السلام عليكم طلاب المرحلة الرابعة من قسم هندسة الطرق والنقل اليوم محاضرتنا المحاضرة الثانية من محاضرات هندسة النقل في هذه المحاضرة سنتكلم عن Transit Concept مفاهيم الأساسية في النقل العام General Transit Capacity Concept المفهوم الأساسي للكباسي Transit Capacity Transit Capacity is different from highway capacity السعة للنقل العام تختلف عن السعة للنقل بالطرق It deals with the movement of both people and vehicle لأن Transit Capacity سيتعامل مع حركة الأشخاص والمركبات It depends on the size of the transit vehicle and how often they operate وأيضا يتعامل مع حجم المركبات لترانزيت هناك مركبات صغيرة مركبات كبيرة وكيفية تشغيل هذه المركبات And it reflects the interaction of passenger traffic and vehicle flow ويتعامل كذلك عن الانتراكشن أو التداخلات أو التعارضات بين passenger traffic والvehicle flow passenger traffic اللي هو اللي يخص الترانزيت والvehicle flow اللي هو يخص الhighway flow Transit capacity depends on the operation policy of the transit agency Transit capacity سعة النقل العام تعتمد على السياسة التجرية المستخدمة من قبل الهيئة المسؤولة عن النقل يعني السياسة أو البوليسي هي جدا مهمة في معرفة اللي جدا مهمة بتأثيرها على الساعة لساعة الترانزيت كباستي يعني أنا جد ما أوفل باسات البوليسي الإدارة هذه إدارة الطلب أو إدارة المركبات النقل العام هي جدا مهمة وحتأثلي على ترانزيت كباستي which satisfy service frequency and allowable passenger loading البوليسي عادة تنش تضمن السياسة شنو هي أما أنه أنا أغير بالservice frequency service frequency يعني تكرار الخدمة يعني بالساعة ممكن أنا أشغل الباس أشغله مثلا كل ربع ساعة يجي باس أو كل عشر دقائق يجي باس هو هذا الfrequency والألاوبل passenger loading يعني جد مايند إحنا راح نوفره بالباسات فهي هاي البوليسي اللي ممكن نعتمدها حتى نسيطل على ترانزيت كباستي إحنا جد نريد نوفر كباستي فيجر رقم واحد يوضحنه رقم واحد يوضحنه two dimensional nature of on street airplane transit capacity رقم واحد يوضحنه الطبيعة two dimensional عندي بالنسبة الباسنجر وعندي وعندي فيقام using buses باستخدام الباسات it is possible to operate money buses إنه ممكن أنا أشغل باسات كثيرة each carrying only a few passengers يعني أنا إذا شغلت باسات كثيرة لكن هاي الباسات راح تحمل عدد مسافرين قليل فهذا بالتالي ما راح يسبب لي بس مجرد ضياع بالكوست والإفورت يعني ما راح ينطيني نتيجة المهم إنه كيفية إدارة النقل العام الإدارة هي جزء مهم في السيطرة على المطلوبة يعني إذا كان عندي demand عالي فالإدارة هي جدا مهمة ما راح أقدر عن طيقة أسيطل وأعرف جد أوفر كباسيتي للنقل العام whether the buses are full or empty يعني أنا مجرد وفرت باسات عديدة وعندي باسنجر قليل وفرت باسات كثيرة لكن عندي باسنجر قليل وهاي الباسات فممكن حتكون أما تكون بيها وقاب أو ممكن تكون فارغة تشغيلها فبهاي الحالة كلها حيكون لوسيز بالاوباريشن كوست ولوسيز بالإفورت لابور A large number of buses can have a negative impact on level of service in terms of highway capacity عدد كبير من الباسات راح يكون إلى تأثير سلبي على مستوى الخدمة بالhighway capacity لأن highway capacity ساعة الطايق هي ساعة محددة فاني كل ما أضخ عدد كبير من الباسات راح يقلل لي من ساعة الطايق إذا كان يعني أنا ضخت عدد كبير من الباسات لكن عندي الباسنجر قليل فشن الفائدة؟ فناب هاي الحالة قللت من ساعة الطايق لكن بالمقارنة عندي عدد قليل من الباسنجر فما راح ينطيني فتنتيجة alternatively A few vehicles could operate each over-accounted ولكن هناك بالمقارنة بشكل ثاني إذا كان عندي ديماند عالي لكن باسات قليلة فبهاي الحالة الباسات ستشتغل over-accounted يعني ستكون مزدحمة أو ربما يكون بها وقوف وكاب راح يقفون في المركبة وحيكون عندي over-accounted ازدحام وهذا بالتالي سيسبب لي مستوى خدمة غير جيد بالنسبة للـ user For this present a full quality of service هذا راح ينطيني مستوى خدمة غير جيد بالنسبة من جهة الباسنجر and long waiting time will detract from user convenience أو بالتالي كل ما هيزيد وقت الانتظار بالنسبة للراكب كل ما راح يؤدي لعدم راحة الـ user وبالتالي يبتعد عن استخدام النقل العام هذا الشكل مثل ما تشوفوه level of service هنا عندي باس فيكل بالأول يعني كل ما زيلي عدد الباسات كل ما ديقته بالlevel of service من الـ F هنا الباسنجر كل ما يزيد عدد الباسنجر كل ما أيضا يقترب بالمستوى F فإذا كان عندي باس كثيرة مقارنة مع باسنجر قليل باسنجر قليل وفيكل عدد باسات كثيرة فش راح ينطيني ينطيني مني فيكل وفيو باسنجر حصل عندي باسات كثيرة لكن مسافئة ورقاب قليلين في الحالة الثانية لأنه عندي باسات قليلة باسات قليلة وعندي مسافئة ورقاب كثيرة ورقاب عدد كبير فبالتالي شو راح يكون عندي حيكون عندي مركبات مزدحمة وهنا عندي مركبات قليلة لكن عندي كراش لود يعني أعلى ما يكون ما يكون فأني لجب التوازن بين الديماند وبين الكباسيتي اللي أوفغها هاي العلاقة تمثلي بين بيرسنان فيكر كباسيتي فيكر كباسيتي كباسيتي يعني البيكر كباسيتي تمثلي عدد المركبات اللي هي أما تكون باسات أو قطارات اللي ممكن أنه تخدم في وقت معين تخدم لترانزيت ستوب أو لودنج إيريا أو ترانزيت ستوب كل هنا نذني ترانزيت فاسيليتيتيت ترانزيت فاسيليتيت يعني مكونات الترانزيت اللي هي جزء من الترانزيت ستوب والترانزيت ستوب هو جزء من الود فاشغل أوفغ المركبات أو باسات بحيث تخدم للطلب في ساعة في وقت معين ترانزيت فيكر راح نحسب لترانزيت فيكر عدد المركبات النقل العام لثلاث أماكن حتى نعرف الكباسيتي هنحسبها عند اللودنج إيريا هنحسبها عند البيض كل البيض أو الساب المثل آ движ نحسب مع الباسينات وشبك الآن مسار ستوب بسستوب والباسيستوب بما ي когда label κε malicious الباسستوب اللودنج إيريا نا مع مص modeling شيئة بالسابر الزائل ويقدم لعل جزء مكان تأثير ترانزيت هوت ترانزيت بابل victory سيلبس. ترانزيت بوبليك سيلبس. ييتش لوكيشين داكلي الفلوانس دا نيكس يعني كل كل كمبونت مثل ما شفنا ستوب او اللودينج ايريه او الوود هو واحد اثل يعني الكباسيتي لللودينج ايريه تاثر على كباسيتي للباسي ستوب والبالتالي تاثر على كباسيتي للوود وهكذا واحدة تاثر على الثانية. the vehicle capacity of bus stop or real station is controlled by the vehicle capacity of the loading area يعني الساعة للمركبة للباسي ستوب باسي ستوب مش قيت تتحمل مركبات هي الvehicle capacity of bus stop يعني الbus stop مش قيت تتحمل مركبات او باسات هاي is controlled by the vehicle capacity of the loading area هي تكون تتأثر بالساعة المركبة بالنسبة لللودينج ايريه. and the vehicle capacity of bus stop is controlled by the vehicle capacity of critical stop a long lane or more. the vehicle capacity للباسهود. the vehicle capacity للباسهود راح يتاثر بشنو يتاثر بالvehicle capacity للستوب. the critical stop يعني اكثر استوب هي عليها طلب ووديماند يعني صر بيها عدد وكاب صاعد ونازل اه اخصى ما يكون في هذي الاستوب. فاشقر الكباسي فيها الاستوب. الكباسي فيها الاستوب واحيين عكس على الكباسي في لغوت للمسار كله. وهكذا. جزء يأثل على جزء الثاني. اللودينج ايريه يتاثر على الباس ستوب. الباس ستوب تاثر على الروت وهكذا. فالنقل العام يتكون من مسارات للتنقل. المسار للتنقل او ابوت هذا ابوت يتكون من ستوب. مثل ما نشوف انه هذا هو مسار روت. وهي الستوب اللي الباس عنده يتوقف. بالفريه الباس هناك مساحة مخصصة لوقوف الباسات. هاي المساحة هتتختلف سعتها حسب عدد الباسات اللي رح توقف عليه. يعني اكو باس كبير ربما يستغل كل المساحة. واكو باسات صغيرة ممكن انه اكثر من باس يقفون في هاي المساحة. فالكباسي لللودينج ايريه هتأثل على الكباسي للباس ستوب. والكباسي للباس ستوب رح تأثل على الكباسي لغوت باكمله. وهكذا. نرجع للمحاضرة. يعني هناك عنصر مهمة تأثل على الكباسي لللودينج ايريه. شنو الكباسي يعني عدد المركبات اللي ممكن انه تتوقف باللودينج ايريه. اللي هي المساحة المخصصة في الوقوف بالباس ستوب. عندي عنصر لأثل على الكباسي لللودينج ايريه. شنو هالدور تايم. شنو هالدور تايم. شنو هالدور تايم. شنو هالدور تايم. هو الوقت المطلوب الى السايكل لينث بالتقاطع. هذا ايضا راح يأثل لي على الهيكال الكباسي لللودينج ايريه. دور تايم. انه يؤثل على الهيكال الكباسي للسايكل هالدور تايم هو الوقت المطلوب لخدمة اللوكاب عند الباب اللي هي دائما تكون بيزي يعني دائما اللي تم استخدامها اللي هي عادة الباب الامامية. زائدين بالاضافة الى الوقت لفتح وغلق باب المركبة. هذا الدور تايم. هذا كما كنا انه هذا الى تأثير مهم جدا على سعة الكباسيتي. لان المركبة من راح توقف باللودينج ايريه بالباس ستوب. فكل ما يزيد وقت الدور تايم فبالتالي ما احتخل المساحه المخصصه للباس. ما حتبقى المساحه مشغوله بالباس. فمن يجي باس تاني ما حيقدر يستخدم هاي المنطقة. وبالتالي هتقل سعة الباس ستوب. هتقل سعة الباس ستوب. بينما اذا كان الدور تايم قليل فبالتالي مركبة بسلعة راح تحمل تصعد الركاب وبالتالي بسلعة راح تفرغ المنطقة تخلي المنطقة عند البطقة الباس ستوب وبالتالي راح تزيد سعة الكباسيتي. وكذلك الوقت الاخضر المخصص بالتقاطع. ايضا راح يسيطل على عدد المركبات اللي ممكن انه تغادر اللودنج ايريه. يعني مثلا كانت المركبة موجودة بالباس ستوب. لكن هي صعدة الركاب. وتريد تبدي تتحرك ترجع لمساحة الصحيح بالمساحة اللي هو بالهايوي. لكن بسبب انه مثلا اكذ دحام او بسبب انه اشارة حمراء. فبالتالي مرح تقدر تخلي الفضاء اللي موجود بالباس ستوب. فبالتالي هتبقى شغلة المساحة الموجودة بالباس ستوب. وبالتالي راح تقل سعة الكباسيتي. بينما اذا كان الفترة فترة الضوء الاخضر المشعولة. يعني فترة الضوء الاخضر الموجودة. فبالتالي الباس انه ممكن يتحرك. يتحرك وبالتالي يخلي المنطقة تسبح المنطقة اللي مخصصة للباس ستوب مفتوحة. ممكن انه باس آخر يستخدمها. يستخدمها لخدمة الركاب. المنطقة الآن. مثل ما قلنا هسا. الصالة الثالثة الساعة الثالثة باولا الثالثة وسيقال بالنقل التي يجب عليهم لكن إذا أقول يعني هذا ينقل لي فهذا هو الفرق بالمصطلحين هو عدد الأشخاص يمكن نقلهم من مكان معين ضمن وقت محدد خلال تحظه في التشغيل وبدون تأخير هو هذا يمثل لي البرسن كباسيتي البرسن كباسيتي عادة نتم حسابها عند الـ Transit Stop وعند الـ Station في حالة إذا كان عندي Railway وأيضا نحسبها بأقصى بأقصى نقطة وود مثلا هذا وود الموجودة عندي ومكسيمم لود بوينت وبما هاي النقطة هي تكون فأني أحسب البرسن كباسيتي عندها النقطة اللي هي ماكسيمم لود بوينت فنحسبها عند الـ ماكسيمم لود بوينت أو باس لينت أيضا نحسبها يعني الـ Transit root يعني يخص السكك والباس لين يعني يخص المسارات الباسات لكن اثنين هم نفس المفهوم أنه هو هذا وود ويرهو أقصى نقطة اللي يكون عندي بيها اللود هي نحسب بيها البرسن كباسيتي الـ Operator Policy يعني سياسة المشغل عادة المشغل هو اللي راح يتحكم بعدد أقصى عدد منه ركاب اللي ممكن أنه هذا الخط يحمل أقصى عدد منه ركاب وكذلك يتحكم بالـ بتكرار الخدمة يعني الـ Operator المشغل إذا شغل الباسات بحيث أنه فقط هي مخصصة للجلوس يعني ماكو أماكن للوقوف فبهاي الحالة هي حتى نطيني لول أقل بيرسن كباسيتي حتى نطيني ساعة لأشخاص قليلين يعني يعني أوردين بينه إذا المركبة بيها فقط الجلوس فالساعة حتقل بينما المركبة إذا بيها جلوس ووقوف فساعة البيرسن حتكون أكثر حتتحمل المركبة أكثر أشخاص من المركبة اللي هي فقط مخصصة للجلوس تفوق عما في حالة إذا كان عندي مشغل لكن يعتمد على باسات مخصصة للوقوف والجلوس فهاي الباسات اللي مخصصة للوقوف والجلوس حتكون بيها بيرسن كباسيتي أعلى لكن من جهة الباسنجر هو ما رح يفضل ما رح يفضل هاي الخاصية الباسنجر يفضل المشاغل الأول لأنه رح ينطي كونفيننس راحة لليوزم بينما المشاغل الثاني ما رح ينطي راحة أو كونفورت لليوزم المشاغل الثاني بيسنجر المشاغل الثاني بيسنجر المشاغل الثاني بيسنجر يوفرها المشاغل الثاني على الغوط يعني هناك يوجد أماكن سكشن بغوط يكون بيها ديماند أعلى من أماكن أخرى أماكن أخرى يوجد بها يكون ديماند قليل كيفية التوزيع المكاني للدماند وكيفية توزيحهم على مختلف الأوقات يعني يجوز بالصباح في وثترة الصباح يكون هناك ديماند عالي لكن في فترة أخرى يكون الديماند قليل توزيحهم أوفر تايم لازم أن يعرف توزيحهم أوفر تايم حتى أعرف أجهد أوفر الخدمة خلال كل وقت بسبب الطبيعة التوزيع المقاني للدماند فعادة نحن نكتب دعم البيرسين كباسيتي عند لوكيشن معين اللي هو المكسيمم لويد بوينت يعني احنا مثل ما قلنا المسار يهو أقصى نقطة اللي دي يكون بيها مكسيمم لويد بوينت هو نعتمد عليها بتحديد البيرسين كباسيتي وليس نعتمد على وود ككل نعتمد على نقطة معينة اللي هي يكون بيها مكسيمم لويد بوينت باسنجر ديماند فلوكشوائز ديونج دي بيك أور دي بيك أور فاكتر رفلت بيك ديماند بوليوم typically over 15 minutes عادة الديماند يكون مختلف بمختلف الأوقات وخصوصا في ساعة الضلوة فالبيك أور فاكتر عادة هو يعكس لي ديماند بيك ديماند خلال 15 منت من الساعة تانزل سيستم نظام النقل شهد بوفاة شفنة كباسيتي تؤكميديد بيك باسنجر ديماند فإذن نظام النقل يجب أن يوفر كباسيتي مناسبة لإستيعاب النقل في ساعة الضلوة فإذن هنانا يقول الديماند من ترانزيت لترانزيت يعني من مركبة إلى مركبة ثانية يختلف ممكنها تكون نفس البيك ديماند وكذلك الأول كباسيتي بيرسين كباسيتي خلال الساعة ما رح يكون هو أقل من ال 15 منت بيك ديماند بيرسين كباسيتي عادة هي تكون أكبر من البيك 15 منت بيك ديماند the average passenger trip length affects how many passengers can board a transit vehicle as it travel its route if a trip tends to belong with passenger boarding if trip tends to belong with passenger boarding near the start of the road and alighting near the end vehicle will not board as many passengers as when passengers board and alight at many locations يعني هنا طول الرحلة راح يأثر لي على تشغيل الباص يعني في حالة إذا كانت طول الرحلة طويلة فبهاي الحالة ما هيكون عندي يعني عدد الستوب هيكون أقل ما هيكون عندي بوردينج على طول المسار يعني هيكون عندي صعود في بداية المسار وهناك نزول في نهاية المسار والون بورد هيكون عادة قليل بينما في حالة إذا كانت الغحلة لعندي قصيرة فحيكون هناك عن بورد يعني أكثر شنو عن بورد؟ عن بورد يعني عدد الوقاب الصاعد والنازل الان بورد فأزون باسنجر بورد أن ألات أتماني لوكيشن فالفيكل في هذه الحالة إذا كان طول الرحلة طويل فما هيكون عندي ما هيحصل عندي صعود ونزول الوقاب في أماكن مختلفة هاورور هاورور دوطال نمبل الفاسنجر عن بورد عادة عدد الركاب الكلي عدد الركاب للان بورد باللو دوط معينة بالماكسيما بالكريتيكال ستوب عادة يكون متشابه لكل مسار يعني بكل مسار في كل مسار هناك أكو فالدستوب معينة هي اللي يحصل بها المكسيما ملود أو المكسيما بوين وهذا يعني يكون متشابه لكل ووت يعني كل ووت إلى نقطة مميزة هي اللي بها المكسيما ملود توزيع الوكاب الصاعدين على مختلف الستوب سيؤثر لي على الوكاب الصاعدين على مختلف الستوب إذا كان هناك بوردين في كل استوب فبهاي الحالة هيأثر لي على الكباسيتيو في ترانزيت ووت هايكون أقل يعني الدور تامه هيزيد وبالتالي رح يصير عندي الكباسيتي حتقل �� دور تامه هيأثر لي على الكباسيتيو والكباسيتي بالتالي حتأثر على البيرسن كباسيتي للرود ككل The relationship between vehicle capacity of transit facilities and the element of person capacity حيكون موضح بالشكل التالي علاقة بين vehicle capacity والperson capacity حي موضح بالشكل التالي مثل ما نشوفه نعب الفيجر الperson capacity راح إلهي علاقة تأثر بالvacor capacity وبالpassenger demand characteristic وبالoperator policy إذن الperson capacity تعتمد على شنو تعتمد على operator policy على كيفية سياسة تشغيل المشاغل وعلى خصاص الdemand وعلى الvacor capacity طيب الvacor capacity تعتمد على شنو تعتمد على transit lien vacor capacity تعتمد على اللين المخصص لترانزل يجد يستوعب مركبات أو باصات وتعتمد على transit stop vehicle capacity الترانزل تستوب نفسها كيف تستوعب مركبات؟ هاي كلهم ذنين الثنين عاتين ولينا هتأثر على vehicle capacity بأغوت الباسنجر demand خصاص الطلب شنو هي؟ خصاص الطلب تتأثر بشنو؟ تتأثر ب peak peak or factor وتتأثر بالبوردينج فوليوم حجم الركاب الصاعد وتوزيع حجم الركاب الصاعد على مختلف الستوب وكذلك بطول الرحلة تتأثر خصاص الديماند بطول الرحلة حجم الركاب الصاعد وبالبيك أول الأوبريتر بوليسي راح يتعلق بشنو؟ راح يتعلق بترانزيس فكوينسي شجد تكرار المركبات تخلي النقل وعلى شجد يسمح هو بلودنج لباسنجر لودنج غيرا مثل ما دان نشوفون هنا هي مثل الحلقة واحدة تعتمد على الثاني عنصر يعتمد على الثاني The vehicle capacity The vehicle capacity of various transit facilities Loading, Stop Transit Facility الشي يقصر بها يعني Loading Area أو Stop أو Station الستيشن نحن نصطلح نطلقها على في حالة النقل بالريالوي بينما ال Stop نطلق هذا المصطلح في حالة الباسس النقل بالباسس And bus lane Set an upper limit to the number of passengers that may use a transit stop Or that may be carried by the maximum load point The relationship between the vehicle capacity of transit facilities and the element of person capacity موضح بالشكل التالي العلاقة بين ال vehicle capacity و بين ال person capacity هنوضحها بالشكل التالي مثل ما نلاحظه هنا The transit stop Persing capacity هو يوضح بالشكل التالي ونضبها بالبيك أو الفاكتار راح يظهر عندي transit stop piercing capacity إذا أريد transit line piercing capacity transit line هو جزء من غوت غوت هو المسار كامل غوت هو كل هذا مسار كامل لكن اللاين هو بين stop و stop هذا يسميه section أو line فالترانزيت line سيكون شي ساوي ترانزيت لين فيك الكباستي اللين مات لترانزيت لا يتحمل المركبات فيك الكباستي لا يساعد المركبات ضربه في allowed passenger loading ضربه في عدد وقاب المسموح في البيك أو الفاكتار راح يظهر عندي transit line piercing capacity للترانزيت transit wood piercing capacity هسا نجي لغوت كله هذا المسار لغوت كله transit wood piercing capacity شي ساوي نساوي جد تكرار الباسكو اللي جد يمر في عدد الوقاب المسموح نقلهم في البيك أو الفاكتار سيصل عندي person capacity transit wood piercing capacity الدورتان الدورتان دورتان 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 هناك عوامل تؤثر على الدورتان اثنين لها علاقة بالدماند وباقي لها علاقة بنوع الخدمة بوقت الخدمة للوقاب النقطة طاقم واحد passenger demand unloading اللي هو جد الطلب عندي the number of people boarding and enlightening to the highest volume door determine how long it will take to sell passenger كل ما يزيد عدد الوقاب الصاعد والنازل فبالتالي راح يزيد الوقت لخدمة هذا العدد من الوقاب وبالتالي يزيد الدورتان في استاندي all present on transit vehicle اذا كان هناك مسموح بالوقوف في المركبة as it arrive at the stop or if all seats are filled as passenger board او اذا كانت جميع المقاعد مملوئة بالوقاب عند التوقف المركبة عند ال stop حتى تصعد الوقاب فاذا بهاي الحالة service time وقت الخدمة او the door time سيكون اعلى than normal اعلى عن الوضع الطبيعي لان هناك حصول اكو هناك congestion اكو هناك اختناق بالمركبة نقطة اثنين stop on the station spacing stop يعني المسافة بين ال stop before the stop كل ما كانت هناك يعني اقل عدد من ال stop along the wood كل ما هناك كان عدد ال stop قليل على طول المسار اذا the greater number of passenger boarding at each stop وبالتالي حيزيت عدد ال الركاب الصاعد بكل stop كل ما كان ال stop عدد قليل على المسار كل ما كان هناك عدد اكثر من الركاب الموجود اللي يريد يصعد المركبة بكل stop فإذن a balance must be found between a few stop and two money يجب ان تكون هناك توازن بين ان انا اوفر stop عدد توقف قليل مع عدد الركاب كبير too few stop increase both the distance rider must work to gain access to transit and the amount of time a vehicle or QB loading area فإذن كل ما كانت نقاط التوقف قليلة وبالتالي راح يزيد المسافة الركاب بالمشي للوصول الى الترانزت وبالتالي راح يزيد من الوقت اللي المركبة راح تتوقف به بالloading area too many stop reduce over all travel speed فأيضا كل ما زيد ال stop أيضا هناك يعني شي عكسي كل ما زيد ال stop آني فبالتالي راح يزيد وقت يزيد بالتالي راح يزيد وقت الرحلة واتقل سلعة الرحلة due to the time lost in accelerating and accelerating as well as waiting at the traffic signal because the stop will meet وبالتالي ايضا حيصان عندي فقدان بالوقت او خسارة بالوقت نتيجة التباطة والتعجيل وكذلك نتيجة الانتظار بمناطق اللي هي signal traffic وبالتالي حيصان عندي ضياع بالوقت فاذا يجب ان يكون هناك توازن ايش قد اوفل عدد ال stop بي على طول مسال ال transit فكل ما انا اوفل يعني عدد ال stop قليل فبالتالي انا راح اخدم عدد من ال passenger قليل وبالتالي راح يتركزون ال passenger في اماكن معينة من ال stop وبالتالي ايضا راح يزيد المسافة المشي وحيصير discomfort بالنسبة لليوزر بينما انا اذا ازيد ال stop وحيزيد عدد مرات توقف المركبة وبالتالي راح يصير عندي ايضا discomfort to discomfort to اليوزر لكن بالتالي هو ايضا راح يزيد لي عدد الركاب اللي يصعد لانهو اده حيزيد لي coverage بالنسبة للتغطية بالنسبة للنقل العام يجب ان يكون هناك توازن لما عرفة تجد او full stop Fear Payment Procedure طيقة دفع الاجوه The amount of time passengers spend paying fair is a major factor in the total time for passenger boarding طيقة دفع الاجوه هي له تعامل تأثير مهم على وقت passenger boarding عند الصعود او كاب This time can be reduced هذا الوقت ممكن ان قليله By minimizing the number of bills and cons required to pay a fair عن طيق تقليل عدد الاجر اللي ممكن ادفعها Encouraging the use of prepared ticket عن طيق تشجيع استخدام ticket اللي هي مسبقة الدفع يعني انا اشجع على استخدام التيكت المسبقة الدفع وبالتالي هو مجرد انه يعني حيقلب هاي الحالة عندي دور تايم أو انه يستخدم السمارت كارد Using a proof of payment fair collection system or collecting fair before boarding أو انه يجمع الاجراء قبل الصعود للمركبة كل هذا راح يقليلي من الدور تايم Beside eliminating the time required for each passenger to pay a fair on board Proof of payment and paid fair waiting earlier collection system allow uneven distribution of boarding passenger among the backer door rather than concentrating them at single door يعني اذا حددت من الوقت المطلوب لدفع الاجراء فبالتالي انا راح اوزع الاشخاص انه يصعدون من اكثر من باب وبدل من هما يتركزون في باب واحدة وبالتالي راح يقل عندي الدور تايم نقطة أربعة فيكر تايبس انواع المركبات Low floor passes decrease passenger self time by eliminating the need to ascend and descend step الباصات اللي يكون منخفضة وبسهولة ممكن اركابس عدوها وبالتالي حيقللي من وقت الخدمة بالصعود والنزوة This particular applies to wood frequently used by the elderly person and with facilities الباصات اللي تكون low floor هتكون منخفضة هتكون مناسبة اكثر للاشخاص اللي بتكبار بالعمر وذوق دوي الاعاقات او الاحتياجات الخاصة White door also allow more passengers to board and allies ايضا كل ما كانت الباب الباص عريضة فبالتالي حتسمح اللي اكبر عدد من الباصنجر انه بالصعود والنزوة On board circulation Encouraging people to exit by the rear door of buses with more than one door and decrease passenger congestion at the front door and reduce passenger service time عن طريق ان يشجع الاشخاص او الركاب على استخدام الباب الخلفية لالباصات وبالتالي عدم تركيزهم على استخدام الباب الامامية بالتالي حيقللي من وقت خدمة الركاب ويقللي من الاختناقات او passenger congestion wheelchair and bicycle boarding Door time also can be affected by the time to board and dis-park passenger in wheelchair and for bicycle to load and unload bicycle into a bus mounted bicycle rack ايضا الdoor time راح يتاثر في الوقع راح يتاثر لذا كان هناك اشخاص يستخدمون الكراسي اللي بالعجلات او الباسيكل فهيحتاج وقت اطول لخدمة الركاب الانتقاط